السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم واستفيد مرحبا بكم في دراسة النص الوظيفي الآلة في البيت إذن نبدأ على بركة الله بألاحظ وأتوقع إذن انطلاقا من الصورة والعنوان أتوقع بعض الأعمال التي يمكن أن تقوم بها الآلة في البيت إذن لاحظوا معي هذه الصورة إذن يظهر في الصورة آلة تقوم ببعض أعمال البيت مثل كنس البيت وتنظيفه ثم هناك أيضا الآلة فهي تلعب دور المدرس فتعلم الطفل وتدرسه وربما تقدم له الامتحانات والاختبارات لكي يججازها ثم العنوان الآلة في البيت إذن يمكن أن نتوسع أكثر في ذكر الأعمال التي يمكن أن تقوم بها الآلة في البيت كما يلي إذن سنقول مثلا أتوقع أن الآلة يمكن أن تقوم في البيت بأعمال مثل غسل الملابس وكنس البيت وتنظيفه وإعداد الطعام وتقديمه وتعليم الطفل وتدريسه وتمرير الاختبارات والامتحانات إلى غير ذلك إذن هذه الأعمال يمكن أن تقوم بها الآلة في البيت إذن نمر الآن لقراءة هذا النص إذن تابعوا معي سأقرأ إذن لدينا العنوان الآلة في البيت لقد اعتدنا على الآلات التي تسهل لنا الحياة في منازلنا وتوفر الكثير من الجهد والوقت الغسالة والهاتف والخلاط والساعة المنبهة والفرن والثلاجة وغيرها كثير ويبدو أنه ستكون لدينا في المستقبل القريب آلات جديدة لمساعدتنا مساعدة أكبر مع كل عام يمر تخيل أن الآلة صارت تفعل كل شيء نيابة عنك تكنس وتغسل وتعلم وتوجه وتربي كيف سيكون يومك كيف ستتغير طريقة عيشك حان وقت الاستيقاظ موسيقاك المفضلة توقظك من نومك استعدادا لبداية يوم جديد وأضواء الغرفة تصطع شيئا فشيئا ينحن الفراش وراء ظهرك بهدوء ليمكنك من الاستناد عليه ثم تندو من ضضة بجانب السرير بنفسها لتستقر في حجرك وعليها طعام الإفطار الشهي الذي طلبته الليلة السابقة قبل أن تخلد إلى النوم تتوجه الآن إلى الحمام تقف تحت المرشة وتذوب ملابسك تماما بمجرد ملامستها الماء يصب عليك أولا ماء بارد لثانيتين فيكمل إيقاظك ويعيد بعضا من حيويتك ونشاطك ثم يندفع الماء دافئ منهمرا في كل الاتجاهات ينظف جسدك بالكامل وأخيرا يهب عليك هواء ساخن فيجففك ثم تعوده بعد ذلك إلى غرفة النوم رغبة في ارتداء الملابس فتجد أن فراشك قد رتب تلقائيا وأن بقايا إفطارك قد اختفت داخل أنبوب داخل أنبوب التخلص من القمامة وأن الغرفة زينت ووضع كل أثاث في مكانه المناسب هل تذكر أنك رميت ثيابك المتصخة في خزانة الملابس الليلة الماضية؟ ستجدها الآن نظيفة مكوية ومعلقة بانتظارك حان وقت المدرسة تغلق باب الغرفة وتجلس إلى آلة التدريس ثم تضيء شاشتها إنها عبارة عن رجل آلي سيعطيك دون كلل أو ملل دروسا في الرياضيات والعلوم والفيزياء والأدب ومختلف صنوف المعرفة إنه يحدثك أنت تسأل باستخدام المفاتيح والأزرار وهو يقدم لك في الحين الإجابات مكتوبة على الشاشة وباب الغرفة مغلق ولن يفتح إلا عند اكتمال الحصتين الدراسيتين في نهاية العام الدراسي تجلس أمام الآلة لا لتدرس بل لتججاز الاختبارات النهائية تطرح عليك أسئلة ويحدد وقت الإجابة عليها ولا مجال أبدا للغش فقبل أن تزودك بالأسئلة تجبرك على الضغط على زر إن شغلته لن تستطيع الحصول على معلومات تساعدك على الإجابة وهذا سيكون محفزا لك إلى الجد كي تنجح وتنال شهادتك وإلا فاحذر غضبها فإن فشلت لن تجد من يوقضك أو ينظفك أو يهيئ ملابسك أو يقدم لك خدمات لأن الآلة سترفض ذلك جزاء تهاونك إذن هذا هو النص سنمر الآن لإنجاز الأنشطة المتعلقة به إذن المطلوب أذكر أوصافا لمفردة الآلة إذن لدينا مفردة الآلة سنذكر أوصافا لها إذن مثلا سنقول الآلة المتطورة أو الآلة العصرية أو الآلة الزكية أو الآلة الحديثة أو أيضا ممكن الآلة المفيدة أيضا ممكن أن نضيف الآلة العجيبة أيضا الآلة العجيبة إلى غير ذلك من الأوصاف نمر الآن لأفهم وأحلل إذن أحدد انطلاقا من النص الآلات الحقيقية والآلات المتخيلة إذن هذا تحدث عنه النص في فقرته الأولى إذن سنعود للفقرة الأولى من النص إذن لاحظوا نجد لقد اعتدنا على الآلات التي تسهل لنا الحياة في منازلنا وتوفر الكثير من الجهد والوقت إذن الآلات الحقيقية التي اعتدنا عليها في حياتنا هناك الغسالة الهاتف الخلاط الساعة المنبهة الفرن الثلاجة وغيرها كثير إذن سنسجلها إذن هذه الآلات الحقيقية كما قلنا هناك الغسالة إذن الهاتف أيضا الخلاط ماذا أيضا إذن هناك الساعة المنبهة الساعة المنبهة هناك الفرن الثلاجة إلى غير ذلك ثم الآلات المتخيلة إذن الآلات المتخيلة سنعود للنص إذن لدينا ويبدو أنه ستكون لدينا في المستقبل القريب آلات جديدة لمساعدتنا أكبر مع كل عام يمر تخيل إذن الآلات المتخيلة أن الآلة صارت تفعل كل شيء نيابة عنك تكنس إذن مكنسة وتغسيل أيضا غسالة وتعلم معلمة وتوجه إذن موجهة تربي مربية إلى غير ذلك إذن الآلات المتخيلة حسب النص هناك كما قلنا هناك مكنسة إذن تكنس مكنسة إذن تكنس لوحدها مكنسة ثم غسالة تغسيل إذن غسالة دون مساعدة الإنسان ثم أيضا معلمة إذن آلة معلمة موجهة مربية إلى غير ذلك ثم ثانيا إذن أعدد الخدمات التي ستقدمها آلة المستقبل للإنسان إذن كما رأينا فالنص يتحدث عن كثير من الخدمات التي ستقدمها آلة المستقبل للإنسان إذن يمكن أن نختصرها نختصر هذه الخدمات كما يلي إذن هناك توفير ظروف الراحة في البيت إذن كما رأينا فالآلة توقضك على موسيقك المفضلة أيضا مساعدتك على الجلس في فراشك تشغيل أضواء الغرفة إلى غير ذلك إذن هذه تتعلق بتوفير ظروف الراحة في البيت ثم أيضا إعداد الوجبات الغدائية وتقديمها إذن رأينا أنها تعد طعام الإفطار الشهيوة تقدمه المساعدة أثناء الاستحمام ترتيب أو الإشراف على الاستحمام ترتيب فراش النوم والتخلص من بقايا الطعام تزهين الغرفة وترتيب آثاث البيت غسل الملابس وترتيبها التدريس واجتياز الامتحانات إلى غير ذلك من الخدمات التي تعرفنا عليها في هذا النص ثالثا أضع علامة في الخانة المناسبة من الجدول إذن تحدث النص عن خدمات تقدمها الآلة في الفترة المسائية إذن هل صحيح أم خطأ إذن في النص رأينا أن هذه الآلة تقدم الخدمات طيلة اليوم مثلا في الصباح أثناء تقدم الإفطار عند الاستيقاظ من النوم أيضا الإشراف على الاستحمام في الصباح التدريس طيلة اليوم إلى غير ذلك إذن الخدمات تقدمها الآلة في الفترة المسائية خطأ فالخدمات تقدم طيلة اليوم ثم المعلومة الثانية الشخص يحدث الآلة شفهيا إذن شفهيا إذن في النص نجد أنت تسأل باستخدام الأزرار أي بالكتابة وهو يقدم لك في الحين الإجابات مكتوبة على الشاشة إذن هذا يدل على أن لأنك لا تسأل شفهيا بل فقط باستعمال الأزرار أي بالأزرار والمفاتيح أي بالكتابة وهو أيضا يجيبك كتابة الآلة تجيبك أيضا كتابة إذن هنا أيضا سنقول خطأ المعلومة الثالثة الآلة لا تغضب أبدا إذن الآلة لا تغضب أبدا إذن في النص نجد وإلا فاحذر غضبها إذن الآلة تغضب فإن فشلت لن تجد من يوقضك أو ينظفك أو يهيئ ملابسك إلى غير ذلك لأن الآلة سترفض ذلك جراء تهاونك إذن الآلة تغضب ولذلك سنقول هذه المعلومة أيضا خاطئ فالآلة تغضب رابعا أرتب الأفكار الرئيسة حسب ورودها في النص إذن لاحظوا الأفكار التي لدينا الآلة والاختبار الآلة بين الحاضر والمستقبل خدمات متعددة الآلة والتحصيل الدراسي إذن أول فكرة تحدث عنها الكاتب فهي الآلة بين الحاضر والمستقبل إذن يقول لنا الفقرة الأولى أننا حاليا نستعمل مجموعة من الآلات الحقيقية لكن تخيل كيف ستكون حياتك في المستقبل ونحن نستعمل آلات أخرى تقوم بكثير من الأعمال إذن هذه الفكرة الأولى سنعطيها رقم واحد ثم بعد ذلك ذكر الخدمات المتعددة التي تقدمها إذن هذه الفكرة الثانية ثم الآلة والتحصيل الدراسي إذن من بين الأعمال التي تقوم بها الآلة في البيت أنها تقوم بدور المعلم والمدرس والأستاذ إذن هذه الفكرة الثالثة وأخيرا الآلة والاختبار إذن في تحدث بعد ذلك على أن الآلة تشرف على امتحانك وتمرير الاختبار لك قصد اجتيازه إذن هذه الفكرة الرابعة ثم خامسا تحدث النص عن خدمات عديدة تقدمها الآلة للإنسان فهل تقدم هذه الخدمات آلة واحدة أم آلات مختلفة إذن دائما فالكاتب يتحدث عن هذه الآلة بصيغة المفرد فقط وليس الجمع ثم أيضا دائما يتحدث عنها بضمير الغائب هي هذا يدل على أن آلة واحدة فقط وليست آلات كثيرة إذن سنقول هذه الخدمات تقدمها آلة واحدة فقط ثم السؤال السادس أبحث مع صديقي أو صديقة عما يثبت صحة جوابي إذن ما الذي يدل على أنها آلة واحدة فقط إذن سنعود للنص وسنبحث إذا لاحظ هنا نجد وإلا فاحذر غضبها أي فاحذر غضب هذه الآلة فإن فشلت لن تجد من يوقضك أو ينظفك أو يهيئ ملابسك أو يقدم لك خدمات لأن الآلة سترفض ذلك جزاء تهاونك إذن فاحذر غضبها أي فاحذر غضب الآلة وهنا لأن الآلة سترفض ذلك جزاء تهاونك إذن لن تجد من يوقضك أو ينظفك أو يهيئ ملابسك أو يقدم لك خدمات إلى غير ذلك إذن هذا دليل على أنها آلة واحدة فقط وليست عدة آلات إذن آلة واحدة تقوم بكل هذه الأعمال إذن سنقول ما يثبت صحة جوابه هو إشارة الكاتب لها بصيغة المفردة إذن أشار لها بصيغة المفردة وليس الجمع وكذا من خلال قوله في نهاية النص وإلا فاحذر غضبها كما رأينا إلى غاية نهاية النص ذلك جزاء تهاونك إذن هذا كله يدل على أنها آلة واحدة فقط الآن أتأكد من صحة توقعاتي إذن هنا نقارن توقعنا لأفكار النص ماذا كنا نتوقع أن يتحدث عنه النص وهل فعلا صدقت هذه التوقعات أم لا أركب وأقوم إذن ألخص النص في بضعة أسطر إذن هذا النص يمكن أن نلخصه كما يلي إذن هذا نموذج ملخص لهذا النص إذن يتحدث النص عن الأعمال التي يمكن أن تقوم بها الآلة في المستقبل داخل البيت لمساعدة الإنسان وتسهيل حياته وقدم النص أمثلة ممكن ممكن نحيضه هذا النص وقدم أمثلة لبعض الخدمات أو لبعض هذه الخدمات كإعداد الطعام والتنظيف وترتيب البيت والتدريس والإشراف على الامتحانات وأشار أيضا إلى أن هذه الآلة تعاقب الشخص بعدم تقديم أي خدمة له في حالة الفشل والعجز عن نيل الشهادة الدراسية إذن هكذا يمكن أن نلخص هذا النص ثانيا أبدي رأيي في إمكانية تحقق ما تحدث عنه النص إذن هل يمكن أن يتحقق ما تحدث عنه النص مستقبلا هل يمكن أن توجد آلات أو آلة تقوم بهذه الأدوار كلها إذن سنعطي رأينا بهذا الخصوص مثلا سنقول ما تحدث عنه النص يمكن أن يتحقق مستقبلا إذن هذا يمكن أن يتحقق مستقبلا لماذا نظرا للتطور الهائلي الذي عرفه تقدم العلم إذن العلم تطور بشكل هائل وبشكل كبير فيمكن أن يتحقق هذا الأمر وأيضا استمرار ظهور الاختراعات والمبتكرات إذن المبتكرات لازلت تظهر ومستمرة في الظهور فهذا فليس غريبا أن يصبح ذلك حقيقة إذن قلنا على أن هذا يمكن أن يتحقق مستقبلا نظرا لتطور الهائل الذي عرفه تقدم العلم وأيضا استمرار ظهور المبتكرات والاختراعات فليس غريبا أن يصبح ذلك حقيقة ثم السؤال الثالث أعبر عن موقفي من التأثيرات السلبية للآلة على حياة الإنسان إذن صحيح أن استخدام الآلة يؤثر سلبا على حياة الإنسان ويمكن أن نعبر عن موقفنا كما يلي إذن الآلة الآلة لها تأثيرات سلبية على حياة الإنسان حيث يؤدي الاعتماد المتزايد عليها إلى فقدان الثقة في النفس إذن الشخص عندما يعتمد كثيرا على الآلة فهو يفقد الثقة في نفسه يقول مثلا هل أنا قادر على القيام بهذا العمل أم لا إلى غير ذلك وتراجع توظيف القدرات والمجهودات البدنية أيضا الإنسان تتراجع القدرات البدنية في توظيفها إذن لا يوظف قدراته الدهنية والعقلية من خلال التفكير إلى غير ذلك وأيضا المجهودات البدنية إلى غير ذلك ولتفادي إذن هنا سأعطيه الرأي دينا ولتفادي ذلك يستحسن عدم الاعتماد كليا عليها إذن لا نعتمد على الآلة في جميع الأعمال والاقتصار فقط على بعض الأعمال والخدمات التي يصعب إنجازها من طرف الإنسان إذن الآلة نعتمد عليها فقط في بعض الأعمال التي يصعب علينا إنجازها وأما باقي الأعمال فننجزها بأنفسنا إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله